أحبطت قوات اللواء 11 عمالقة محاولة تسلل كبيرة للمتمردين الحوثيين شمال حيس ودارت اشتباكات هي الأعنف منذ أسابيع وبحسب مصادر ميدانية فقد تصدت قوات المقاومة الوطنية في اليمن لمحاولة تسلل واسعة نفذتها ميليشيات الحوثي الإيرانية وهذا الاختلاق صفوف المقاومة في مديرية حيس في محافظة الحديدة عقب استقدامها تعزيزات من مديريات يريم وإب وذمار مرت عبر خط العدين حيس